دعما لمبادرة خطة العمل الوطنية لتحرق الحياد الكربونية التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة بحيث يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بمشاركة عدد من المسؤولين بزراعة عدد من الأشجار في منطقة نطلة وبهذه المناسبة كذا سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على همية أسبوع الشجرة في رفض الجهود الوطنية الموجهة لتنفيذ خطة التشجير بمملكة البحرين والتشجيع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة ونشر المساحات الخضراء مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن حرص مملكة البحرين على الحفاظ على الأمن البيئي واستدامة الموارد وقال سمو إن البحرين تواصل دعم كافة المساعي والجهود الهادفة إلى مواجهة التحديات المناخية والبيئية التي تستدعي اليوم تكاتف الجميع للحد من أثارها مشيرا سمو إلى أن التشجير يلعب دورا محوريا في تحسين جودة الهواء وتوفير مزيد من المسطحات الخضراء مؤكدا على همية دور الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الوطنية المشتركة للحفاظ على البيئة بما يعكس التزامنا جميعا في تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة ويأتي أسبوع الشجرة ليعزز نتائج خطة التشجير والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار إلى 3.6 مليون شجرة بحلول عام 2035 تماشيا مع التزام البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ